فالعبد يصلح الذي بينه وبين الله ويصلح الذي بينه وبين الخلق وبهذا يكون الكمال والشمول ودي وليك الرد على العلمانيين والشيوعيين والناس المادة يرينا الشريعة الإسلامية يقولوا الشريعة الإسلامية دي غير ما ظلمت الناس وفتنة الناس ودي كلمات صرحوا بها في الإعلام وفي غيره يقولوا بلدنا دي ما بيصلح إلا العلمانية لأن الشريعة جربوها تلاتين سنة ما نفعت ما نفعت فرقت الناس وفيها الظلم وفيها والشريعة ما جربوها ودي ما بجربوها ذاتها الشريعة ما طبقوها الشريعة الإسلامية بلدنا دي ما حصل أسبوع يوم يوم واحد كي يطبقوا في الشريعة الإسلامية كاملة ما فيه حاول زمان نميري الله يرحمه وكذا حاولوا وفيه فساد كثير يعني حاربوا ناس الله يتقبل منه وبدأ يحارب الأفكار المنحرفة وكذا ناس محمود وحمد طه وغيره منه الله يتقبل منه لكن شريعة كاملة زي ما طبقوها الصحابة وطبق النبي صلى الله عليه وسلم دي ما طبقت هجمه وانا نقعدين نناغشهم في الجامعات وفي العاصمة هناك قبل الحريب وغيره وغيره ما عندهم حجة ولا عندهم منطق ذاته فده ده ده موضوع الدين ده شامل الدين ده الحقوق ياخر الكديسة دي الدين كفلا حقا الكديسة دي مر ظلمتا الله دخل النار كديسة كديسة خلي بشر كامل نمل 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 قرصت نبي من الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمر بواد للنمل فأحرقه فأوحى الله إليه إلى نبي من أنبياء الله قال لو قرصتك نملة فأحرقت أمة تسبح الله تعالى نمل نمل الله بدافع عنه تقول ليه بشر كامل كديس جاب ليه حدود وأحكام ما بتلقى أحسن منا السارك بكطع يده لأنه عمل الجريمة باليد وتبقى عبرة لغيره لكن ما قضع اليد المجتمع دائر إنتاج قضع اليد ما بقلل الانتاج هو دا لو بنتج ما كان سرق وده بحرب الانتاج هو في يد في زول قال الشريعة قال تقطعوا يد النجار دا هو البنتج سوي لن حاجة تخشب الحداد دا بنتج المزارع دا بنتج دا ما قالوا أقطع يده دا بشكره لكن السارك دا اللي بشي لحق الناس هو المجرم العلماني برحم المجرم التاني يعني برحم في نظره برحم السارك وما برحم السرق منه القروش داك ما بعيد له وكلا هالزينة دا أخي جلدولي الجلد دا ما حار وطيب العملية العمل دي في أخوانا في البيت دي ما عمل مصائب في أخوانا دي ما حارة برضو وفي الأعراض وكذاك يرجموا لي وطيب دا ما شتت اسرها وشتت ناس أفسدون دا ما زوج أفسد لمرته دا كلام كتير ما في حد من الحدود قدر ما تفكر فيه وقدر ما تنظر إلا تلقى في الكمال وما بتلقى غيره بحيل محله ما فيه ولذلك ماذا رشتت الكمال الكلام ماذا رشتت الكلام دي فايدة ووقفة في الحديثة شمول الشريعة الإسلامية وكمال الشريعة الإسلامية الوقفة التانية القاضي الواجب عليه ويحكم بشرع الله كما قال الله تعالى والله يحكم لا معقب لحكمه وقال سبحان الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وقال جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزى الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزى الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزى الله فأولئك هم الفاسقون لو مش حكم بغير ما أنزل الله وبيعتقد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله أو مساوي لحكم الله أو يجوز يشرع يستحله إلى آخره ده كفر أكبر ولو مش حكم بغير ما أنزل الله عشان ادوه قروش ادوه قروش اظلم الناس التانين ده ظالم رشوة اللي بسمع رشوة ولو مش حكم بغير ما أنزل الله لأنه عنده أهواء عنده هوا داير الكرسي داير رضي الناس عشان الكرسي ده فاسق فالثلاثة الفاظ بتنطبق عليه الكفر الظلم الفسق بحسب حاله طيب النقطة التالتة القرية الالبينة التي ذكرت في الحديث لو يعطى الناس بدعواهم بدعواهم يعني بالدعاءاتهم لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم الدماء يعني الرقاب يعني لو يزول بالدعي امشي للقاضي الدعي طوالي بدوه قال لك الشغل هي بحصل الفاغ فوضى بيان بالدعي بقول فلان شال قروشي شال الأموال بتاعتي طوالي الدني لا في بينا لا في شهود لا في أي شيء قال لك لو يعطى الناس بدعواهم بمجرد الادعاء لدعى رجال أموال قوم ودماءهم كانوا يدعوا الأموال الناس التانين وكانوا قالوا فلان كتل قريبه برضو يقتصوا لي منه كذب تحصل فوضى النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث ذكر نقطتين وده الختام الحديث ذكر البينا على المدعي ذكر اليمين على من أنكر بالتدريج ذا أول شي بتبدأ بالمدعي المدعي جاب بينا بعد دبشيله للحق من المدعى عليه سواء أنكر أو وافق طالما جاب بينا تاني ما بيحتاجه لي من ذا البينا أصلا في أصلها البينا والبرهان والدليل بمعنى واحد البينا والبرهان والدليل معناه واحد الثلاثة الفاظ لو زول قال لك أنا بينتي على الكلام ده كذا ولا قال لك أنا برهاني كذي ولا دليلي كذي المعنى واحد كما ذكر الشيخ محمد الدكتور محمد أمان الجامي البينة في الحديثة بتشمل الشهود كما قال ابن عثيمين رحمه الله وتشمل الحال وتشمل القرينة تشمل الشهود والحال والقرينة يا لو جزول قال جماعة فلان عندي عنده مال والقاضي بقول لا البين البين اشنو بيقول عندي شهود الشاهد فلان الشاهد دا ودا بيجيبش أهدين والشهود يكون عندهم صفات الواحد يكون عدل ويكون معروف بالصدق عنده صدق ما معروف بالكذب وكذا الى آخر بعد ذاك بيشيلوا لي حقه دي لالشهود اول شيء وفي آية كاملة ذي اطول آية في القرآن آية الدين ذكر الله تعالى فيها تقسيمات الشهود لو من الرجال تجيبش أهدين ولو نسوان رجل ومعاو شنو تجيب مرتين لو فيها نسوان رجل تجيب مرتين طيب دا النوع الأول في القرينة والحال القرينة دي فيها نوعشارة قوي علي انه فلان دمعه والحق ودي العثيمين رحمه الله جاب فيها القصة اللي حصلت في زمن سليمان وداود عليهم السلام والقصة ذي ثابتة في صيح البخاري البخاري قسم الصحيح لأبواب لك باب الوحي باب كذا يجيب لك الأبواب باب في الإيمان كتاب الإيمان الأبواب يجيبه لمن جفي قصص الأنبياء جاب حديث صحيحة منا قصة المرأتين لما جاءتا إلى داود عليه السلام في الأول ثم جاءتا إلى سليمان عليه السلام ثانيا وفي قصص من رأت بتحصل حكم بحكم به داود سليمان بخالفه فيه وداود بحكم بحكم يرى أمرا معينا ويأتي سليمان عليه السلام يرى أمرا معينا ويستدل على ذلك كما في القصة التي في صورة الأنبياء ففهمناها سليمان في قصة الراعي والمزارع لما اختلفوا داود حكم بحكم وسليمان حكم بحكم وأيد الله حكم سليمان عليه السلام ثم أثنى على النبيين وكلا آتينا حكما وعلم هنا دي الم امرأتان اختصمتا في طفل مرى كبيرة ومرى صغيرة الكبيرة شاء إلى الطفل وقال الدوى لدي والصغيرة قالت الطفل ولدي سليمان عليه السلام لما رأى شدة الخصوم قال لرجل معه اقطع الغلام على قسمين الغلام دا اقطعه فاعطي هذه نصفا وهذه نصفا وقال انقطعه معنا جنو معنا مات فقالت الكبيرة دي شاء للغلام قالت رضيت قالت رضيت وقالت الصغيرة دعه لها ألا اسخل لي فقال سليمان هذه أمه السغيرة ديها هاشنو أم العثيمين رحمه الله قال لأن الأم القرينة على ان دي الأم لأن الأم فيها الرحمة ولأنها علمت انقطع مات فافتقدته في الدنيا وإن بقي لعله يرجع إليها يوما من الدهر خير تخلي شنو ما هذا فحكم به للصغيرة القاضي لا بد يكون عنده زكاء عنده فطنة عنده معرفة بأساليب المجرمين عنده سرعة بداها عنده ثغافة في حاجات كثيرة ممكن تجد ناس متشك دي يقولنا أنا سباك دي يقولنا سباك لكن لو عنده ثغافة بدي أسيلة في السباكة دي ذات بديه في البهية دي بدي بقول لك أنا الأسود مع الأحمر اللون البيجي شنو بامتحنك في حاجات كثيرة امتحن فلا بد يكون عنده فطنة وكذا وأهم من ذلك كله أن يكون له علم لا بد أن يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى ولا بد أن يكون له تقوى وخوف من الله شما نفسه تضعف يقبل الرشوى ويقبل بيجاء والمجامل والمداهنة وكذا 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 والمجتمع الأول كان بخاف الله سبحانه وتعالى دي لك الهوائل الصحابة شكي الخصومات كانت قليلة وكان حلا ساهل لما انتج ذاتها حلا ساهل في السيرة بذكر عمر بن الخطاب لما صار أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة النبي صلى الله عليه وسلم وصار أميرا للناس هو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم حكم سنتين وبضعة أشهر وذين قالوا ستة أشهر في السنتين الأوائل قالوا في السيرة جعل عمر بن الخطاب قاضيا على الناس سنتين القاضي عمر وزاته تتي شكلا تخش القاضي بتاعك عمر رضي الله عنه بتتلوه له وين نه فجاءه بعد سنتين قال اعفني قال لا اعفني من المنصب قال ولماذا قال والله ما أتاني أحد يشكو أحدا سنتين ما جات مشكلة في المحكم إنهم قوم عرفوا حق الله عليه فقاموا به وعرفوا حق غيرهم فأعطوا كل أحد حقه لا يختصمون سنتين الدولة الإسلامية ما يجي ناس الشكل هذا كلام كثير فذي يدول عليه وراعون خوفهم من الله سبحانه وتعالى فالإنسان يراعي هذه المسألة في حاجات انت بترجع فيها للمرأة في حاجات بتشوف فيها الحال يعني مثلا إثبات الزنا غير الشهود الأربعة في اعتراف بيجي في أحكام في الحمل المرأة حملت دليل كلام كثير وتفصيلات فالحديث ذا من إذا الرجل الأول المدعي ما أتى ببينة قال أنا ما عندي شهود ولا عندي دليل ولا كذا ولا كذا بعد ذا بيرجعوا لشنو للمدعى عليه بيقولوا ليه والرجل ذا ادعى عليك مالا ادعى عليك أرضا ادعى عليك دما قال اتا كتلت قريب فإن سكت وأبى أن يحلف أخذ منه لو قال أنا ما بحلف ما قال واليمين على من أنكر دا ما أنكر قال يقول لك كلامه كذب ما عنده عندي شي بيقولوا ليه تحلف اليمين اليمين ما خد يده في المصحف بس يحلف يده في المصحف دي ما كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في مصحف عمل المصحف جمعه وقر الصديق رضي الله عنه لكن كانوا حافظينه في صدور بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم إن المهم اطلب منه الحلف فإن حلف برأت ذمته وإن لم يحلف أخذ منه لو قال ما بحلف طوال يشيل منه يشيل منه المال وهكذا ده بالنسبة للحديث الثالث والثلاثين أما الحديث البعض ده في رؤية المنكر أو سماع المنكر والمنكر ما أنكره الشرع وينكره العقل السليم النفوس بتستهجنه بتكره بتضايق منه بتستغرب منه وبتعد منه والمنكرات أنواع ممكن أن تقع في غلط يبقيك اديك لفظة فاسق تبقيك فاسق في الشريعة الإسلامية وعند المسلمين تبقي من الفساق وممكن تقع في غلط الوضو بس الوضودة يكفروا لك ممكن تقع في غلط يمرقك بر الإسلام غلط بر الإسلام ولذلك جاء في صيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد العبد بك الشيطان إذا سجد العبد بك الشيطان وقال أمر ابن آدم بالسجود فسجد وله الجنة وأمرت بالسجود فلم أسجد ولي النار ممكن انت غلط يورطك يمرقك بر الإسلام ترتاب تدعى الله تقول تدعى يا فلان يا فلان يا فلان ده ما غلط سهل تقع لك فيه قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا شوف العاقبة وين ونرد على أعقابنا انت ماشي في الإسلام ترجع ورا تمرق بر الدين ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانا له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين تضايك تمشي لك يا دجال ويقول الله عربي اتدي ما تحملت ما عليش عربي اتدي أنا ما تحملت السرقت إلا مش أشوف زولنا جيد يشوف فكفلان يا زول دي غلطة كبيرة لو مشيت إنت بتتورط ولو بتعتقد أنه بيعلم الغيب انت بتتورط من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رأوه البزار وحسنه والألبان من رواية عمران رضي الله عنه فتعمل حسابك من الأخطاء الكفرية فتعمل حسابك من الأخطاء تقع في كبائر الزنوب التي تجعل الإنسان فاسقا أما الصغير دي الإنسان اجتنبا لكن الله سبحانه وتعالى قال في سورة النساء إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما الزول إذا شاف منكر رأى منكرا جاء ماري في الطريق شاف له واحد واقع في منكر بعمل في منكر أو سمع أن فلانا وقع في المنكر الفلاني وتأكد داء واجب عليه انكر المنكر نور رسول صلى الله عليه وسلم قال من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيام إنت تسكت عن المنكرات إنت عرضت نفسك لعقوبة كبيرة والرؤية ما إلا البصر لأنه في منكرات بسمعه وسماع وهكذا قال من رأى منكم منكرا أول شيء قال فليغيره بيده وبيدي يديل الحاكم يعني مش في حفلة في جيرانك تشيل حكاس تمشي تفرتقهم بيدك ما بجوز في الشريعة إنت ما حاكم ولا يتل بتطبق الحدود إنت لو أخوك كتلو ما بتمشي تقتل مش كتلو تمشي الحاكم يطبق في القصاص يجيبه يقتحل رقبته خلاص الموضوع لكن لو يزول يقول أنا بطبق براي ده ذكر داك شايل ليه صوت في الشارع اقطع فيه أربعين يمكن كشحتها لا يتفيه خشم وسائم هاش يريب يمكن 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 وداك يقول والله فلان مرتد عشان كده أنا كتلته سب دين وداك يقول كذا الحاكم هول بيطبق الحدود ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في وجوده الصحابة إذا علموا بالمنكرات التي فيها الحدود يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم لأنه دا الحاكم ما براه عمر المخطاب يقول يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق ليه يبقوا لو دعني أضرب ما يمشي يضرب براه لو هي فوضى لأنه الحاكم هول البديك شارة أعمل الحاكم هول بيطبق الشر أما في بيتك إت الوالع على الناس ذي إت المسؤول رسول صلى الله عليه وسلم ما قال في البخاري قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية طالما هيت مسؤول معناه هيت لابد ضد طبق الله بيسألك الأسر حسجوا الوسر القديمة طلعت ناس فاهمين ناس مدعلمين الإمام ما لكم بتقول لا يذهب إلى ربيعة الرأي ربيعة الرأي ده اذهب إلى ربيعة الرأي ده من العلماء كبار في زمن هلوم بتنصح ويمشي إلى العلماء فخذ من أدبه قبل علمه دزول مادب العالم ده امشي تحلم منه الإمام أحمد عمره أربع طاجر سنة ابن كثير في البداية والنهاية ذكر قصته وحفظه للقرآن وعلمه وكذا 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 عمره أربع طاجر سنة أم شالت عيش ناشف خبز خبزا ناشف وملح ودته العندة من المال قلت له اذهب فاطلب العلم لأنه نشأ يتيم مرق من أربع طاجر سنة جاء راجع عمره أربعين سنة لمن جاء أربعين سنة دي بيقى مفتي الأرض الناس كلهم بيجو إلى آخره يبرة يحسين لها كانوا الأسر بعينوا على العلم بعينوا على الدين كذا هشام بن عمار أبوه باع البيت أبوه في الشام باع البيت وماشا قعد له فيه بيت تاني يستأجروا وقروش البيت كلها عمره خمس طائر ست طائر سنة قروش البيت كلها أدى لي ولده قال لي يا ابني اذهب إلى مكة فحج ثم انصرف إلى المدينة فاطلب العلم من الإمام مالك وماش تاني قال لي المدينة تلقى الإمام مالك أطلب منه العلم والولد صغير ضوالي ماشا شوف بعينه الوسر بعينه كيف البيت عاديل باع سيزول بيبع ليه طربيزة يقول لا مش الدريس ماشا طوالي حج في مكة وماشا المدينة صغيره صغيره الإمام مالك عنده تلاميذ كبار ابن القاسم ومنو منو منو قاعدين يطلبوا العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وده أكبر حلقة حلقة الإمام مالك ابن أنس طوالي الغلام جاء داخل في قصته جاء داخل قاعد الإمام مالك قاله من شوف على البيجو يسوي جوطة في الدرس في الجامع وكذا وإمام مالك بعظم العلم قال يا غلام قم فانصرف قال أتيت لي أطلب العلم أنا قال له أنت ما عارف قصتي جاء يطلب العلم قال قم وإلا أمرت بجلدك قام واحد من الطلبة جلده جلد شديد جلد عشان عم قام مش قاعد بر المسجد بيقى يبكي أول ما انتهى الدرس والناس ينفضوا جمارك اللي قاعدوا بره يبكي عرفوا دماز ولا اللعب عرف إنه قبيل يعني كان غلط شنو في حقه قال له يا غلام ما اسمك قال له يشام عمار قال له من أين أنت قال له من الكوفة أنا ما من أهل المدى أنا من الكوفة قال قال له وما الذي يبكيك قال له اللي ببكيك شنو قال له ابتاع أبي بيته أنا أبو يباع بيته في الكوفة وأعطاني المال ليطلب عندك العلم فلما أتيت إليك جلتني وضربتني وظلمتني والله لأشكوانك أمام الله قال له باشكيك قدام قال فبكى الإمام مالك رحمه الله تعالى بكى قال له ما الذي يرضيك ترضى عني كيف أنا ما ظلمتك ديك بيخافوا الله ناس الإمام مالك احسبوا قال له بكل صوت جلتني تحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلتني ليه وتديني ليه أحاديث خمسة سيطان خمسة أحاديث ستة سيطان ستة قال له اكتب حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا قال كذا هذا لحاديث لما ننبسط هو بحب العلم قال له عفوت عني قال له عفوت عنك هاتي الصوت وزيد في الجلد في الضرب وزيد في الحديث قال لي اجيب الصوت تاني اجلدني والدينا حادث بحب العلم الامام مالك قال يعني قال انه ما بجلده يعني فصار اذا اراد ان يبدأ الدرس قال اين هشام ونعمار فيجلسه بالقرب منه ويبدأ يدرس وديلك اسر يشجع على الخير عشان كده يت في البيت الطفل من صغير الله مدانا نمو يعني امثلة كثيرة شوف لقمان الحكيم من الاية 12 الاية 19 فوايد كثيرة ده منهج لو درسوا في المدارس والجامعات واي ابو بس اي ابو لو ولدوا درسوا بس الفوايد الفي سورة لقمان بس الصفحة دي من 12 الاية 19 الاية 12 الاية 19 ولقد اتينا لقمان الحكمة ان اشكر لله لحد نهاية الصفحة ان انكر الاصوات لصوت الحمير شفت الايات دي فيه فقه وادب وعقيدة وتعليم للصلاة وامر بالمعروف ونيع منكر وفيه مراقبة الله سبحانه وتعالى وفيه 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 فيه من الخير وانه نسانه تواضع وصوته يوزن في الكلام كتير ومشيته يوزنه كله اداب ايه تتعلمه لولدك ونحن للأسف اولادنا واحد يعني ما الناس كلها لكن انا بقول نحن بالربيون تربية بتاعة بهايم حس البهيمة انت بتجيبها من السوق تأكلها تشربها تمام تبقى وتغزيها وكذا 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 وتحاول تكتير البهايم كلام كتير بعد شوية مرضت بالجبلاء البيطري دي البهيمة في ناس الولد نفس الشي بس الجنة ماكل كويس شارف تمام الله ما مقصر فيهم مين قام ده ما عتود ده بشر ومرض ياهو بودي المركز شوف اقرب ركشة بقول له ودي المصيبة دي هناك ويجيب اللدوية وشوف تحال حاسم لا لا انت الولد براحة تألمه ها ولديه كذا فيه مين صغير توري والعقائد بدخلوها الشيطان ده شوف اعذاته عنده لهم منهجية مين صغار تقول له سنك انكسرت ما تيدع يا الشمس وشنوه سن الغزال وسن الحمار يا زخشهم بتاع بشر ابن آدم ده همه من الغزال والحمار وما في شمس بتدي سنون تعلموا كتاح جات عندهم فيها عقيدة ده الشيطان الكتاح عندهم ده الشيطان الهواء ده اللافدة قالوا ده الشيطان الشيطان ده ما قاعد المكيف شغال الشيطان قاعد ها محمد جانا ما تغشان وكضب محمد ما معنا في الصقاعة ولا العزيبة ولا الرفاعة ولا السودان محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا نحن كلنا في المدينة مدفون والريح دي لما انتجلك التاحة دي رسول علمك ذكر معين ومنها سألوك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به دير السلام ورسال لتا قال جات سايكة دي رايحة واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به تعلمون من صغار تعلمون سيفنجا لو مقلوبة الناس بلاوزوا يقول لك بتشاءهم هنا يقول لك دي بتقلب الحال صلحة صلحة خليها مقلوبة زي ما بتعمل اي شيء دي كذا حاجات كثيرة من صغير تعلموا علموا التوحيد العقيدة الصحيحة كذا والطفل بانشاء على لي التفيو النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري قال كل مولود يولد على الفطرة بلدو نظيف وعقيدته تمام أو مجتمام صحيحة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه خلاص ختمت مع ال أو اختم مع الكهر اللابد ببقي يهودي بعقيدته ودعوة لليهودية ولا نصراني اللي يسموه مسيح الناس هنا ونصراني أو مجوسي يعبد النار أبو زول تمام بسوقه مع الجامع يعلم التوحيد تفاصيل العقيدة يعلم أي شيء فأنت في البيت مسؤول تنكر بيدك مرات في البيت بيت متبرجة أخد أنت مسؤول في البيت إذا أبو ميت أو بناتك تمرك ببنطلون وفتاه مرات مرات ومرات قبلي تبقى فتا قبلي تبلغ صغيرة شوية تلقى فاتنة صغيرة فاتنة تلقى جبلاغ في ألبس الشر علم الخير من صغيرة كذا إلى خير من صغيرة قولك يعني ننغب يعني من عموره خمسة سنة نعمل لا نغاب لما أقول نواجب تعمل لا نغاب من صغيرة بعد تبلغ أو تقرب من البلوك لكن من صغيرة علم أرغبة هس في غورة والله بنات صغار خمسة ستة سبعة سنة أنا بلاقين في الشارع صغار وهم بيحضروا المصائب دي بيقوموا بسلموا عليه بقول لها من لو يبيني غاب بفتاج عموره خمسة سنة صافة المزوج لي مرأ في غرياء في حلة من الحلال قلت لي البيت صغيرة جات الدرس فوق النسوان فوق والرجال تحت ومصلى النساء فوق قالت البيت جات ضحكت النسوان فوق قلت ليه نها كل كما سلمت على الزول بعمل الدرس أنا سلمت عليه قاعدات ساي صغيرة وبتيب تغطي وش ونقول لك صعبت على هي برا راغبة هي برا ممكن تلقى مغطية ولابسة للرقبة هي مصغيرة شافعة ساي انت علمة علمة رغبة ما قلنا تغطي لا وش من صغيرة لكن لبسها لبس ساتر لبس واسع كذا كذا لما في جرائم انت اسم مستوي زول كذي زول مستوي بتخاف الله في ناس مرضانين شف فعديل عندهم الرأي فيهم كبير شر شفناه في الجرائد بيجيبوه ما شفتوا جمع في الجرائد بتعمروا اربعة خمسة سنة بيفعلوا فيها جريمة في ناس ما مستويين في ناس ما بخافوا الله في ناس في ناس في ناس شكد يت مسؤول عن الرأي فما بالك هي بالغة وتمرق وتمشي وتجي وكذا 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 وإلى آخر جاية واحد اكله الكلام ده من والله من المنطية دي من الحلة دي وحكى قصة عن زور الراجل هو من الحلة دي أنا ماذا راجيب اسم قال في عمك بيت عمره اربعة طائر سنة ولا ست طائر سنة قال نجحت الثانوية جابت نسبك كبيرة وقدمت شالها في الجامعة عمك سايق البيت قال لا نمشي ندكد منه نشوف الداخلية كيف عمك غيور والبيت ذاته تمام سايق قال لا نمشي نشوف الداخلية كيف نشوف الجامعة كيف والحاصل شنو هنا سايق البيت ما شبه اول ما وصفوا له همشي اركب بحري همشي شنو شنو تلقى الداخل لحد ما وصل خلاص منه والداخل الداخلية بتاعت البنات جنبها محل كبير زي نظام المصنع ولا مخزن كبير بوابة كبيرة فيه عزابة جوه شباب عزابة بيجو 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 بيتو وكذا الاخر بعدين فيه ناس بره شباب بره مستهبلين البره قال له نسمع في داخلية هنا بتاعت بنات قريب هنا قالوا لها في بنطلون قال لها حاج اتدخلك هنا اشنو قال لهم دي ما داخلية البنات قال لها حاج داخلية البنات اي جهرتنا دي ارجع بس البوابة التانية دي بس داخلية البنات الزل اللي الحك علي الكلام ده والله من الحلة دي ممكن بعد تي مسجل تزالني بذكر لك اسم امشي داك قد من انت زالني بس انا بذكر لك اسم قال 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 عمك قال للبيت يا بتي وانا ماسكك في يدي دخلوك على الأولاد يعني انفكتك من الحلة وتيجي هنا دي يدخلوك وين دي اها قد لعمل شنو قال لا ودعمك بدعرفيه فلان قد لي بعرفه ازوجه لك وتنسي الملفة الجاهد دا جامعة الدنيا دي كلها مجامعة قال لها الحياة دي مجامعة قال لي والله يا ابوي بس اللي بتشوفه اعمل قال جابة قال ليا ودعمها يلا توكل ازنتوا لمن يشهد والله خير الشاهدين يلا ومبدل اللاقتهم درمان الموضوع ما انه نقول الجامعة غلط الجامعة او نقول غلط نبقى مستهبلين ولا ندعو للجهل لكن في جامعات منضبطة ولا ولا تبرون بنات برا تقرأ طيب تقرأ تقرأ تبقى استاذة طيب زياد ونحن محتاجين نسا وتوليد وحاجات كتير محتاجين هنا فنحن منعارب التعليم لكن منحارب الدياثة منحارب انه انسان البيت تكون مفكوكا ساي وما يهتموا بها لبسوا لي بس شين يشوفوا الممارسات يجاملوا يشوفوا الاخطاء ويجاملوا فيها ينت مسؤول وكذلك الولد فيت في بيتك بتنكر اوش بلتي احسن ما نفع يحتاج لليد تنكر بيدك في بيتك مرة اتنين الانكار باللسان ودي للكل تنكر بلسانك لكل من له علم ويعرف كيف يأمر بالمعروف وينع المنكر اذا رأى المنكرات فانه ينكرها خصوصا المنكرات العقدية بلدنا دين احنا شايفين الشرك قبب الاضرحة الحجبات الدجالين محل ما تمش تمرق من الجامع بيت الله اللي بيتمش بل الجنة كسبب بتمرق من الجامع بتلقى ناس ببيعوا حجبات برا شفتها بعيني في القضارف مشيت بتكلم في جامع ما رقتها برا لقيت بتاع الحجباتي بيا في الحصيصة دي شفتها بتامشي تمرق من المسجد مكتوب فيه مسجد مسجد التوحيد هذاك هناك في الحصيصة تمرق بس مش شمال جغرافي وارجع ورا شوية محل البهائم دي تلقى الحجبات ناغشتها دي ذاته في الرواكيب ديل ناغشتهم ما في حجة تجعل الكبرى دائر تركب المواصلات تلقى واحد عنده ألمونيوم صحن رازم فيه نجمة رازم فيه شنو 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 مصائب تامشي رفاعة اامشي هناك كذي جنب الملجة ارجع غريبة شوية شفتهم بعيني بجلدوا في الحجبات الغرى المدن الشرك شغال ومتجدد وكل يوم يعملوا حجبات جديدة وماذا لنا كل يوم تتكلم في التوحيد هو لو كيم الشرك لو نضف من بلدنا نضف فإن الذكرى تنفع وفي أجيال جداد محتاج تعلمون وهكذا فتنكر المنكرات ما قدرت باللسان أو بترتب على مفاسد بعد دا القلب دا ياب المنكر ويكره المنكر وكذا دا من الإيمان وإذا بقيد على مرحلة القلب بس دا من ضعف الإيمان لأنه لا بد تتكلم وكذا إلا في بعض تقديرات المصالح المفاسد فسأل الله يوفق الجميع لما يحب ويرضى ويأخذ بالنواصي إلى البر والتقوى بارك الله فيكم صلى الله عليه وسلم على نهاية